تاني هنرجع نقول سنة الحياة أكيد لكن بيلي اسم كبير جدا بيرحل الشخص لكن التاريخ أكيد هو اللي بيفضل وهو تاريخه كبير يعني لو احنا اتكلمنا كمان تاريخ بتاعه بيبعد اللعب يعني أو بيعتبر اللعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال هو توفي يوم الخميس اللي فات كان عنده 82 سنة كان متواجد في المستشفى بقاله اعتقد كذا شهر من نوفمبر حاجة زي كده وهو اطلق عليه من كتر ما هو كان مميز اطلق عليه ملك كرة القدم وفاز عايزة اقول حضراتكم سريعا كده لننخش على برضو التاريخ الخاص بيليه وفاز بكس العالم ثلاث مرات كان 58 و62 و70 وكمان بيليه دخل العالم السياسة ودخل عالم الفن هو بالنسبة للسياسة كان شغل منصب وزير الرياضة في البرازيل ده بس من فترة يعني كان 95 ل98 وكان سفير لليونسكو وكان سفير لليونسا فأنا مش عايز انسى حاجة كمان بس ويمكن كمان كان سفير لأمم المتحدة للبيئة وغير كرة القدم وغير السياسة كمان هو دخل التمثيل كان عمل فيلم قبل كده كان اسمه Escape to Victory وشارك فيه يعني نجوم كبار جدا كان عام 1981 تحديدا وكان بيعز في جيتار وأصدر أغنيات فردية وألبومات من موسيقى خاصة به يعني طبعا شخصية talented في كل حاجة زي ما بتقال عنها شخصية أسطورية طبعا بليه يمكن مش أجيال الجديدة عارفة ده مين ويمكن احنا برضو ما حضرناش عزه لكن زي ما بتقال كده شخصية حيتحاكى عنها التاريخ وحيتحاكى أو حتتحاكى عنها الأجيال المختلفة موسيقى موسيقى شكرا